على نفس الموجة نغم أفقام لسه معاكم ولسه معنا النقد الفني الجميل أستاذ مصطفى حمدي والحقيقة إحنا كنا بنتكلم معاه من شوية عن فكرة أنه مهرجان العالمين مش بس عمل حفلات غنائية ولكن كمان كان فيه فعاليات ثقافية كان فيه يعني عروض مصرحية مهمة والحقيقة نحيسة توقف عند عرض مصرحي اتعرض يوم التلات اللي فات مصرحية عريس البحر ليه بدأت بعريس البحر لأن المصرحية اتعاملت في إطار غنائي يعني هي جمعت بين أنها غنى الناس بتسمع غنى لطيف وفي نفس الوقت شايفها عرض مصرحي وده مش كتير الفترة بقالنا فترة ما عندناش اللي هي زي الميوزيكلز زي اللي بنشوفها في برودوي وبنشوفها برا فيعني فكرة انه الميوزيكل فن الميوزيكل فن احنا مفتقدينه فانا كنت مبسوطة جدا ان انا اسمع انه في مهرجان العالمين في ميوزيكل طبعا الموسيقى جزء لا يتجزق من انشطة مهرجان العالمين والعروض المصرحية اللي موجودة هي فيها تنوع كبير جدا لو هنتكلم على المصرحية دي تحديدا عروس البحر فالفكرة هنا انه هي عروس ولا عريس عريس البحر عريس البحر عريس البحر نمقى محددين فالفكرة هنا انه فيه فرصة في المهرجان انك تقدم تنوع مصرحي صنوع المصرحيات نفسهم فكرة التجريب بتبقى متاحة بالنسبة لك انك تقدم عرض فيه غنائي استعراضي فيه تمثيل لكن الملاحظة الاهم انه انه كان فيه جزء بجانب المصرحيات بتاعة الوجوه الكبار النجوم الكبار زي كريم عبدالعزيز واشرف عبدالباقي وحسن الرداد وحميم سامير غانب التلات مصرحات الكبيرة كانت موجودة كان فيه مصرحيات كتير للشباب وعروض مسرحية مهتمة بالشباب وده هنا النقطة اللي انا بشيط بيها يعني انه يبقى فيه عرض غنائي استعراضي بيقدم وجوه شابة ده بيندرج فيه اطار دعم العروض المصرحية بتاعة الشباب وفي نفس الوقت تقديم المواهب بشكل مختلف مش شرط انك تبقى مقيد بشكل مصرحي او نص مصرحي تقيل فيه تمثيل مفوش استعراض فجزء الاستعراض اعتقد انه موفق جدا وملائم لفكرة انه عرض بيتقدم في مهرجان ترفيهي سياحي في العالمين وبعدين فكرة انك انت تطلع وجوه شابة بزبط وتلقي الضوء عليهم ده برضو شيء مهم جدا وتشجيع مهم جدا وجوه شابة تستحق انها تاخد فرصة برضو بالزبط لانه يعني كل المصرحيات قدمت وجوه شابة اسماء اعتقد ان بعد فترة الناس هتبقى منتبهة للاسماء دي فيه اسامي كتير يعني انا حتى كاتب مجموعة من الاسامي اللي كانت فيه كلام كتير عليها زي مين زي مثلا فيه مصرحية دكان الاحلام نادا جمال ياسر مجاهد محمد هاني طبعا مصرحية الشهرة خالد جلال خالد جلال قدم مجموعة من الوجوه الشابة قولوا عليه جواهرج النجوم طبعا لانه لو هنرجع نتكلم بقى على خالد جلال خالد جلال ده الراجل اللي عمل اهوة سادة اللي قدمت لنا نجوم الشباك اللي موجودين دلوقتي انا شفت المصرحية دي اهوة سادة مورتين عظيمة عظيمة وممتعة ومن اول يعني اولا المكان صغير جدا مركز الابداع بالزبط بس جميل جدا وتحس انك انت من اول ثانية الاخر ثانية في المصرحية يعني ما خلص انا مش حايزة اقوم في طاقة انا اكملوا يا جماعة انا عايزة تاني لأ ده انا اقول لحضرتك بقى الاسامي اللي طالت من المصرحية دي مين محمد فراج اه تايسون اه هشام اسماعيل اه محمد فيديو اللي هو محمد سلام اه محمد ساروت اه شوفي دول خمسة بقوا يعني والبقيين طبعا يعني في اسامي كتير خمسة بقوا نجوم نجوم في خلال سنوات قليلة حتى الولاد اللي قدمهم بعد كده في العروض اللي بعد كده التالية اللي هما الدفعات زي اه ميرنا جميل زي اه اسامي تانية كتير زي محمد سلطان يعني في مجموعة بقى من المحمود الليسي الاسامي اللي هي بقوا برضو نجوم شباك فهو دكتور خالد جلال هو عنده مفتاح النجومية وبيقدم عروض اه ممتازة جدا وعروض بتحقق نجاح كبير جدا والحقيقة انه ما فيش حد بيطلع من مدرسة خالد جلال ما بيبقاش نجم ما بياخدش مكانه على الساحة طيب اه ليه اخترت اه انك تسمع عمر ديب انا بحب عمر ديب ما كلنا بتحب عمر ديب بس ليه البداية عمر ديب البداية عمر ديب عشان اه 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 يعني تدينا باور وعشان المستمعين كده يفوقوا معانا كده في الطريق انت اخترت اغنية الكلام لك انت اه طبعا ايه الكلمة اللي عايز تقولها لحد ما اه وتقوله الكلام ده لي كنتا لحد ما ملحم بقى من غير ما نقول اسمه اه الكلام لي كنتا اه ده طيب انا هقول الكلام لي كنتا العزيز الشافعي يلا لانه عزيز الشافعي هو انا شايفه انه واحد من مجددين الموسيقى المصرية صحيح فهو استحق كل النجاح الكبير اللي حققه الفترة اللي فاتح ماشي يا عزيز الشافعي الكلام ده لي كنتا اه وخليه فترة اناها محمد اماح اه محمد اماح صحيح لازم اه اه اشيط بمحمد اماحي الحانه اه والحقيقة انه انا بقول لها محمد انت لقيت نفسك بشكل كبير قوي في التلحين واستمر يعني انت شايف انه اماحي استمر ملحن اكتر منه اه مطرب لو حاب يغني طبعا هو ممكن يعمل اغاني لطيفة وكده لكن نجاحه الاكبر هيبقى كملحن وهشايف انه عمل حاجات حلوة او الفترة اشتركوا في القناة